وفاة منظر الإخوان الإرهابيين يوسف القرضاوي لم تكن سوى نهاية صلاحية رسمية لشيخ الفتنة الذي انتهى تأثيره فعليا قبل سنوات بهذه التحليلات وصف خبراء مطالعون على شأن تيارات الإسلام السياسي المتطرفة وفاة القرضاوي فما الذي حدث وفقا للتحليلات فإن القرضاوي انتهى فعليا قبل سبعة أعوام من وفاته اليوم حين انتهى زمن الإخوان الإرهابيين في المنطقة إذ قضت مصر على التنظيم المتطرف فبطل مفعول تحريض الداعية الإخواني وسحقت السعودية التطرفة فاختفت معه قنوات نشر التحريض والقرضاوي الذي ينظر إليه باعتباره رمزا أيقونيا للإخوان الإرهابيين لطالما عمل على خدمة التنظيم الإرهابي مروجا للعنف والقتل والترهيب ومحرضا ضد الأنظمة العربية وبرز تحريض القرضاوي في فترة ما سمي بالربيع العربي حيث روجت له ماكينة الإعلام الإخوانية وساهمت في صعوده ليزج القرضاوي الدين في السياسة ما ساهم في إراقة دماء الشباب العربي وتخريب مصائرهم ورغم حديث الإعلام الإخواني عن أمواج بشرية ومشاركة بالآلاف في جنازة القرضاوي إلا أن اللقاطات تظهر جنازة عادية لم يتخط أثرها حدود الدوحة حيث أقيمت قبل أيام وذلك في دليل آخر على أن تأثير الدعية الفعلي خفت منذ سنوات وكان القرضاوي بمثابة رمز آيقوني بالنسبة لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي انتمى إليه وتدرج بين صفوفه خصوصاً وأنه اتصل بمؤسس التنظيم حسن البنة في أربعينيات القرن الماضي وظل داعماً ومؤيداً للتنظيم في مواقف مختلفة ومع وصول تنظيم الإخوان لسدة الحكم في مصر برز حضور القرضاوي وكانت خطبته للجمعة في ميدان التحرير عام 2011 واحدة من العالمات البارزة في تأكيد تمهيده لوصول التنظيم الإرهابي إلى السلطة وهو ما ترجمه بعد إزاحتهم من الحكم عام 2013 بمواقف حادة ولاذعة من النظام المصري ترجمة نانسي قنقر